نعم إلنا من القدس المحتلة مرسل غد أحمد البوديري أحمد ما حجم وطبيعة هذه التحزيزات ولماذا هذا التحرك الإسرائيلي الآن؟ الجيش الإسرائيلي عزز قواته البرية بكتيبة إضافية كتيبة 13 في لواء جولاني وهو لواء مشا عملياً هذه الكتيبة سوف تنضم خلال هذا اليوم إلى المنطقة الشمالية وذلك لإسناد القوات العسكرية الموجودة في المنطقة الشمالية السبب في ذلك هو الخش الإسرائيلي من أن يكون هناك رد فعل من قبل حزب الله ضد إسرائيل بعد مقتل أحد عناصرها قبل يومين في محيط مطار دمشق بغارة إسرائيلية قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي كان من المفترض بين هذه الأيام عنده مناورة عسكرية أي تدريبات عسكرية في المنطقة الشمالية حتى أنه كان هناك استخدام لقفائف الدبابات وما يفعلك تدريب هذا التدريب تم تأجيله لعدة أيام وذلك بغيت أن يكون هناك انتباه للجنود وأيضاً للضباط لمتابعة الأمور الأمنية عن كفب ولكن لا بد الإشارة إلى أن المنطقة الشمالية شهدت هدوءاً نسبياً خلال الفترة الماضية إسرائيل تضرب حزب الله داخل المناطق السورية وليس داخل الأراضي اللبنانية باستثناء العمليات العسكرية التي تقوم بها إما بإطلاق المصيرات التي تقوم بالتصوير أو حتى تلك الطائرة بدون طيار التي اخترقت بيروت في العام الماضي وكان هناك أيضاً عمليات القصف المتبادل وعمليات الاختيال وما إلى ذلك التي حدفت في العام الماضي وهذا عموماً لم يتكرر لا الجانب الإسرائيلي يريد أن يدخل في حرب مع حزب الله ولا حزب الله يريد أن يدخل في حرب مع إسرائيل تحديداً في هذا الوقت ولكن في كل الأحوال الجيش الإسرائيلي رفع من حالة التاهب ولكنه لم يمنع الإسرائيليين من التنزو أو التواجد في المنطقة المحاذية للحدود حتى موضوع منع الطيران فوق منطقة الجولان هذا لا علاقة له بالتوتر الذي حدف قبل يومين له علاقة بالتدريبات العسكرية المناورة العسكرية التي تحدثنا عنها آنفاً بمعنى أنه منع الطيران فوق الجولان وذلك كجزء من التدريبات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لابد الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي لم ينفك عن قصف مواقع داخل سوريا سواء لقوات تابعة لحزب الله كما يقول أو قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني العلاقة بين حزب الله وإسرائيل هي علاقة صدامية حربية ولكن لا تتم على المنطقة الشمالية إلا في حالة واحدة عندما كان هناك كذلك الإطلاق المتبادل العام الماضي واستخدام الكورنت ضد أحد السيارات العسكرية الإسرائيلية فقط هذا الحدف من في عام 2006 عموماً وبالتالي المنطقة العسكرية هي منطقة الأراضي السورية والجانب الإسرائيلي دائماً عندما يريد أن يحلق فهو يحلق فوق الأراضي اللبنانية ولكن لا يقوم بضرب لبنان إنما يقوم بضرب المناطق التي يقول بأن عملياً حزب الله له قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية أخيراً سياسياً لا يجدون للك تعليقات لا من رئيس الحكومة الإسرائيلية ولا من وزير الجيش الإسرائيلي في إسرائيل فقط يقولون بأن هناك تحالة من التاهب خشت أن يحدث حدف أمني في منطقة الشمالية أحمد البوديري مرسل الغد من القدس المحتلة شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر